اشتركوا في القناة من أيلول سبتمبر الحالي ما أدى إلى انسحاب النواب الأكراد من الجلسة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري اعتبر أن عملية التصويت هذه تؤكد حرص مجلس النواب على وحدة العراق شعبا وترابا مؤكدا الزام رئيس الوزراء باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد لمعالجة المسائل الموجودة بين بغداد والإقليم ذكر مصدر أمني عراقي بشرطة الفلوجة اليوم أن أحد فرق الجيش تمكنت من تفجير مخلفات تنظيم داعي جنوب المدينة وأضاف المصدر أن جميع تلك التفجيرات مسيطر عليها مشيرا إلى أنها لم توقع خسائر مادية أو بشرية بصفوف المدنيين أو القوات الأمنية أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء ارتفاع عدد لاجئين روهينغا المسلمين الذين فروا من ميانمار إلى بنجلاديس المجاورة إلى ثلاثمائة وسبعين ألفا منذ نهاية أب غسطس الماضي بما يفوق توقعات سابقة وضعتها المنظمة الدولية يفوق هذا الرقم تقديرات سابقة المنظمة الدولية إذن توقعت فرار ثلاثمائة ألف من أفراد أقلية روهينغا ووضعت الأمم المتحدة خطة إغاثية وفقا لهذا الرقم أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيرين الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيطبق العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية كما أنه مستعد لفرض عقوبات إضافية إذا دعت الحاجة العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة تشمل خفض تسليم النفط إلى كوريا الشمالية أعلن رئيس وكالة إدارة الأحوال الطارئة الأمريكية بروكلونغ الثلاثة أن الإعصار إرما دمر ربع المنازل في جزر فلوريدا كيز حيث حين ضرب الولايات المتحدة وكان من الفئة الرابعة وبدأ سكان فلوريدا تقييم حجم الأضرار التي سببها الإعصار إرما الذي ترك ملايين الأشخاص بدون كهرباء وأدى إلى إغلاق طرقات ما لم يسهل حركة عودة الذين أخلوا منازلهم من مقرها الجديد وداخل قاعد ستيف جوبس أطلقت شركة أبل الجيلة الجديد من هاتفها الذكي الذي يحمل اسم آيفون 8 وآيفون 8 بلس بالإضافة للهاتف الجديد آيفون إكس بمناسبة مرور عشر سنوات على تدشين سلسلة هواتف آيفون بدأ المؤتمر بكلمة للرئيس التنفيذي لشركة أبل تحدث خلالها عن ستيف جوبس والإنجازات والابتكارات التي قام بها وأضاف أن مبنى أبل سيعتمد على الطاقة المتجددة شكرا شكرا